لم تخمد نيران الصواريخ التي أطلقتها فصائل مسلحة على السفارة الأمريكية في بغداد إذ أشعرت موقف الحكومة الرسمي رفضا لإقحام البلاد في أي صلاعات لا تخدم تطلعات العراق واستقرار شعبه الإعلان الرسمي على لسان القوات المسلحة بتحديد هوية منفذي الاعتداء على السفارة والقبض على عدد منهم والذي كشف عن صلة بعض المتنفذين بالقوات الأمنية أثبت بالدرجة الأولى بحسب خبراء جهود التحري ومواصلة العمل الأمني لبسط يد القانون فوق الجميع ومن جهة فإنه حقق توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بضرورة التحقيق في مرتكبي هذا الاعتداء الذي فسر بصورة العمل الإرهابي والذي يمس بسيادة العراق وكلمته الثابتة أمام المجتمع الدولي بحماية البيثات الدبلوماسية وعلاقات بغداد مع الدول الشقيقة والصديقة عودة تحركات الفصائل عسكريا على الأرض العراقية والتي يتخذ منها المنفذون رسالة لنبذ الوجود الأمريكي والرد على المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة حملت تداعيات خطيرة على معادلة الاستقرار التي يسعى العراق بالاعتماد عليها لنهضته العمرانية والخدمية التي طال انتظارها كما أنها عمليات تضرب سمعة العراق من حيث التشكيك بمصداقيته كدولة ذات السيادة والقدرة على الإفاء بالتزاماته الدولية وضمان سلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه رسائل ارتكزت عليها السلطات العراقية لمنع أي عودة لمسلسل السلاح المنفلت والذي يعتبر من الخطوط الحمراء التي خطها رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني في أوراق منهاج حكومته الأمر الذي يبرز بحسب محللين كتحدي كبير للاستمرار بتحقيق الأهداف المنشودة للشارع العراقي بعيدا عن التوتر الذي لا يخدم العراق تحديدا إذا صنع التوتر بأيد خارجة عن القانون اشتركوا في القناة